اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجلس الدارة النادي الاهلي مع كابتا محمول الخطيب حققنا حاجات كتير جدا كننا كلنا بنحلم بيها مستوى تطوير البنية التحتية تطوير الانشآت تغيير الشكل العام بتاع الفروع النادي النهاردة اول خطوة كنت اختيها لانت اسم النادي الاهلي تحط على استاد اللي هو الاهلي السلاموي النهاردة انت بتحقق بقى بداية حلم الحقيقي وهو ده اللي احنا كنا قبل كده والناس ما كانتش مصدقة اللي احنا اما فاكر اللي حط الاسم على استاد السلام اللي احنا كنا خلاص وقفنا لأ هو ده الحلم الحقيقي بتاعنا فعن ازاي هنبني استادنا بجد ان شاء الله بإذن الله وتكون في فترة زمنية كويسة يمكن انا في مرة من المرات قلت اللي مش هستغل وجود سات الرئيس على فتاح السيسي في الوقت ده ومؤسسات الدولة اللي بتجري عشان تعمل تنمية في كل مكان هتروح عليه فرصة كبيرة جدا النادي الاهلي في فترة سات الرئيس مع المؤسسات الدولة اللي موجودة قدر يحصل على ترخيص كتير جدا كانت وقفة من سنة 72 يمكن كابتال عدل القاعد في السوري دلوقتي يبقى عارف أكتر من الكلام ده مدية نصر انت ما كنتش بتقدار تحطي يعني مصمار النهاردة انت بتعملي صور مدية نصر على طريق النصر مع حسن المأمون بتغير الشكل العام بالكامل عملت المنطقة الفوت كورت الجديدة هنا في الشيخ زايد عشان تغدي الموافقات زي ما كابتال خطيب قال عشان تغدي الموافقات احنا بقىنا فترة كبيرة جدا بنجري عشان ناخد الموافقات دي وكنا وصلنا النهاردة للنقطة دي بوجود ساد وزير الإسكان وساد وزير الشاب والرياضة ومعايا المحافظ ده في حد ذاتها إنجاز كبير لازم نبارك فيه الكل أهلاوي بنبارك للأهلاوية بصفة خاصة بنبارك للرادة المصرية بصفة عامة لان الاسد ده ان شاء الله بإذن الله هيكون لي الفترة اللي جاء خطوات كويسة قوي 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 والحلم فيه ويمكن عشرين تلاتين يتلعب عليهم عشان كاس على مقبزن الله سيدة عميد أخذ من كلام حضرتك اتكلمت عن جهود الدولة المبذولة يعني من قبل كل القائمين لكمان أن يعني يتم واضح حجر الأساس لستاذ النادي الأهلي ولكن عايزة أعرف يعني ده بياكس إزاي الصورة لمؤسسات الدولة الرياضية أنه بيتم الجهود المبذولة دي كلها من قبل الدولة تشوف هو أنت النهاردة تاني طالما فيه مؤسسات دولة بتتحرك بجدية وبتحرك بمصدقية وبتتحرك بالقوة اللي مش هستغل الفرصة دي مش هيلاقيها تاني النادي الأهلي النهاردة ما بيتكلمش كتير النادي الأهلي النهاردة هتعود لو هو يشتغل بس نتيجة الانت بتشتغلي بس وبتتحركي وبتشوفي النهاردة اتجاهت الدولة راح فين انت النهاردة الدولة بتنمي في كل مكان ودي اللي إسكان النهاردة قال لك افتكروا اللحظة دي انت وقفين في صحرا بعد عشر سنة نشوفها بشكلها عامل ازاي يمكن انا عشان ما نتكلمش على حاجة تانية انا ما روحت واتشرفت اللي انا روحت مع النادي الاهلي وروحت شركة سات احنا النهاردة عندنا مشروع تاني بنعمر في 15 محافظة بنعمل شكل جديد في 15 محافظة النهاردة ناس بتحرك في كل مكان كل الناس هي دي اسمها الحركة الرياضية والطف الرياضية اللي انت هتأخذي ان شاء الله نتيجها في الفترة اللي جاية لكل ما بقى عندك ملعب موجودة بشكل كويس كل ما بقى عندك النهاردة اماكن للتدريب بشكل كويس هنوصل للناتج اللي احنا يبقى عندنا نحق حلم عندنا الف محمد صلاح عندنا الف فريدة عثمان عندنا الف ابطال كتير مش عايز اقول الاسم حد وانس حد هو ده احنا عايزينه مصر تقدر مصر تقدر بمؤسستها مصر تقدر بمؤسستاتها الوطنية انا واحد من الناس بعتزلنا في النادي الاهلي وفيه عندها كتير جدا برضو نفس القصة عايزة تشتغل وعايزة تخدم ولكن احنا بنقول لازم الناس تشتغل في صمت لازم الناس تعرف وتدرس هي عايزة تعمل ايه النادي الاهلي يمكن عودنا وانو احنا زيارين نحلم حلمي بقى حقيقة ازاي بالمجهود بالتعب عمرنا ما بنقف عند حاجة معينة ممكن نخسر بس بنقوم بننظف هدومنا بنتحرك تاني وبنشتغل اي مكان انت موجودة فيه بتخدمي فيه بلدك اولا ودائما بتحفظ اللي انت تنتمي لنادي الاهلي فربنا يوفقكم ان شاء الله الحلم دهب انتوا اللي هتشوفوه نتمنى لاحنا نشوفه معاكوا باذن الله ونبقى عاديم في اول مباراة مع بعض ان شاء الله باذن الله شكرا جدا سيادة العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس ادارة شركة السادات كان معنا طبعا للحديث اكثر عن يعني وضع حجر الاساس واتكلم كمان عن جهود الدولة المبدولة واستغلال الفرص فيه هذا التوقيت تحديدا بشكركم جدا لسه مستمرين معاكم ولقاءاتنا طبعا الخاصة والحصرية على شاشة قناة النادي الاهلي